فجرت صحيفة مغربية مفاجأة مدوية حول مستقبل عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد السعودي الموقوف عن اللعب في الوقت الحالي بسبب القضية المرفوعة عليه من جانب النصر ناديه السابق أفادت صحيفة المنتخب المغربية بإن اللاعب عبدالرزاق حمد الله سوف ينتقل إلى صفوف أوليمبيك أسفي بنظام الإعارة من اتحاد جدا وأوضحت الصحيفة المغربية إنه حمد الله في طريقه للإعارة إلى أوليمبيك أسفي وقد تحدث المفاجأة ويظهر رفقة الفريق في مباراته الأولى بالبطولة الاحترافية أمام الرجاء الرياضي وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنت عن إيقاف عبدالرزاق حمد الله لمدة أربع أشهر بداية من يوم الثاني من أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل كما تم تغريمه ثلاثمائة ألف ريال وكانت إدارة نادي النصر قد قدمت شكوى للجنة الاحتراف تتضمن تسجيلات صوتية تؤكد حدوث مفاوضات بين الاتحاد والمغربي حمد الله خلال سريان عقده مع النادي العالمي وانضم حمد الله لصفوف الاتحاد في يناير من العام الجاري حيث وقع لمدة موسم ونصف قادما في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النصر وشارك حمد الله في خمسة عشر مباراة مع الاتحاد في الموسم الماضي وسجل ثلاثة عشر هدفا وصنع تمريرة حاسمة واحدة وذلك بحسب أرقامه عبر ترانسفير ماركت متابعنا الاتحاد لا تنسى دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو وتفعيل جرس الاشعارات ليصل كل جديد